لكن هنروح لملعب التيتش والزميل فاروق صلاح عشان يطمننا على التمرين المكتملة لفريق النادي الاهل النهاردة بعد وصول الدوليين فاروق مساء الخير عليك اتفضل برحب بك طبعا أستاذ إبراهيم وبرحب بالبشماني سعدل اللقاعي وبرحب بأستاذنا الكبير الأستاذ حامد عزي الدين والقيمة والقامة وكابترنا الكبير طبعا الكابتر النشاطة وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان التمرين النهاردة ايه الأخبار اللي فيها فاروق يعني خلينا طمينك أستاذ إبراهيم في هذه الأثناء تدريب النادي الاهلي بيجرع على ملعب مختار التيتش الحالة اللي احنا شايفين عليها اللعب النادي الاهلي الجميع بينتظر طبعا يوم السبت القادم ومواجهة الهلال حالة الشغف والنشوة اللي موجودة عند كل فرد داخل فرع النادي الاهلي هنا في الجزيرة قبل ما تدخل لملعب مختار التيتش يعني الجماهير أو أعضاء اللي النادي الاهلي الجميع بيتلهب بينتظر زي المباراة كأنك بتستقبل هلال العيد يعني برضو خلينا نأكد برضو على كلام كابتننا الكبير الكابتن شاطة على عمق العلاقة اللي طبعا ما بين مصر والسودان ويعني ده الأمر 90 دياب انتهيه ولكن اللي ببقى طبعا أواصر العلاقة الممتدة طبعا إلى على مدار السينين لكن خلينا نتكلم بالتحديد على يعني مستطيل الأخضر في ملعب مختار التيتش النهاردة طبعا بيكتمل صفوف فنلندي الاهلي في التدريب طبعا المجموعة اللاعبين اللي كانوا بيشاركوا مع المنتخب المصري المنتخب الأول النهاردة بينضم طبعا محمد الشناء ومحمد عبد المنان ومحمد هاني وحمد فتح كل اللعيبة طبعا اللي كانت موجودة مع منتخب مصر فيه مواجهة ملاو الأخيرة أيضا النهاردة بينضم للتدريب لأول مرة طبعا علي معلول بعد عودته ومشاركته مع منتخب تونس أليو ديانج اللي كان يعني اكتفى بيه الجانب الاستشفائي بالأمس واليوم بيشارك في التدريبات الجمعية تبقى فقط بيرسيتاو طبعا اللي كان وصوله بالأمس ولكن يعني طبقا لي البرنامج الطبي الموضوع من الدكتور أحمد أبو عابلة والتأهيلي النهاردة بيرسيتاو شارك في جزء من الجانب الاستشفائي ويكتفى بالجري حواليه الملعب لكن غدا بإذن الله هيكون موجود في التدريبات الجمعية للنادي الآلي بطمنك أيضا على حسين الشحات اللي النهاردة بيشارك فيه التدريبات الجمعية للنادي الآلي طبعا بعد حالة الوفاء يعني اللي نتقدم بخالص العزاء لحسين الشحات في وفات يعني والده طبعا النهاردة بيشارك لأول مرة لكن يعني حالة التأثر والحزن اللي شفناها على حسين الشحات لكن دور العب النادي الآلي اللي التفح حواليه حسين النهاردة واستقبلوه ورفعه من روحه المعنوية ويقعت أصبح واحد من العناصر المهمة جدا طبعا اللي موجودة معنا في هذه المباراة عايزة أطمنك أيضا أستاذ إبراهيم على محمود متولي النهاردة بيشارك فيه جزء أخير من البرنامج التأهيلي وبأكد لك جهزية طبعا محمود متولي للمشاركة فيه المباراة مع النادي الآلي عقب مباراة الهلال السوداني تقدر تقول النادي الآلي بإذن الله بإذن الله مكتمل الصفوف في مواجهة الهلال السوداني اللي احنا لمسينه قبل انطلاق المران حالة من الحماس الشديد جدا عند اللعبين الجميع بيتلاها في هذه المباراة طبعا مستر مارسل كولر كان عقد محاضرة باللعابين بالفيديو قبل انطلاق المران تكلم فيها طبعا على أهمية المباراة وأنها مباراة من أهم المباراة الصورة واضحة تمام وإحنا بنشكرك على هذه الإضاحات المهمة جدا في تطمين الجمهور على اكتمال الصفوف بعودة الدوليين ووصول المحترفين في الخارج شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح من ملعب الآلي